بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد فنواصل الحديث في كتاب شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فضائلها معانيها شواهدها ومشاهدها مطالبها بقلم شيخ الإسلام الإمام عبد الله صراج الدين رحمه الله تعالى ورضي عنه الخامس وهو صلى الله عليه وآله وسلم أول شافع وأول مشفع روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأول من ينشق عنه القبر وأول شافع وأول مشفع فيشفع صلى الله عليه وسلم الشفاعة العامة ثم يشفع الشفاعات الخاصة في إدخالهم الجنة وروا مسلم عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا أول الناس يشفع في الجنة وأنا أكثر الأنبياء تبعا وروا أيضا عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أول شفين في الجنة لم يصدق نبي من الأنبياء ما صدقت وإن من الأنبياء نبيا ما يصدقه من أمته إلا رجل واحد والمعنى أن أنا أول من يشفع بالعصات من أمتي في دخول الجنة أو المراد أنا أول شافع في الجنة لرفع درجات الناس فيها السادس وهو صلى الله عليه وآله وسلم أول من يقضى بين أمته قبل الخلائق روا مسلم وغيره عن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا فكان لليهود يوم السبت أي عيدا لهم وكان للنصارى يوم الأحد فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة فجعل الجمعة والسبت والأحد وكذلك هم فيه تبع لنا يوم القيامة نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة المقضي لهم قبل الخلائق والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر